قال وزير الحج والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيعة أن بلاده لن تفرض قيودا على أعداد الحجاج هذا العام ونقل التلفزيون السعودي الرسمي عن الربيعة قوله أن حج هذا العام لن يشترط فيه حدا أعلى للعمر لافتا إلى أن الفريض عادت من دون قيود أو شروط وتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60% وذكرت مصادر سعودية أن حج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل وباء كورونا البشرى الأولى عودت أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر